وفيما قدمت الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب كل دعم للاحتلال الإسرائيلي يبدو أنها تحاول اليوم في عهد رئيسها الحالي جو بايدن تحسين العلاقات مع السلطة الفلسطينية في مؤشر على الاختلاف في سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أقرأت الولايات المتحدة مؤخرا أن أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس بالإضافة إلى مرتفعات الجولان السورية هي أراضي محتلة عكس ما قامت به إدارة ترامب في شطب مصطلح محتلة عند وصف الأراضي الفلسطينية وإدراجها تحت بند إسرائيل لكن وبحسب محللين سياسيين فإن هذه الخطوة ليست كافية الأراضي الفلسطينية هي أراضي محتلة بمجاب القانون الدولي وأيضا بمجاب قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة واليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة مطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تتراجع وأن تنقل سفارتها من الكدس المحتلة إلى تل أبيب ومطلوب منها أن تصحح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني وأن تلغي صفقة الضم لم تكن هذه التصريحات وحدها ما تغير في السياسة الأمريكية تجاه الشعب الفلسطيني بل أعلنت واشنطن أنها تعتزم ترميم العلاقات مع الفلسطينيين وستبدأ ذلك بتقديم ما مقداره 15 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا نحن لا نريد أموال كفلسطينيين نحن نريد مواقف سياسية من الإدارة الأمريكية بالضغط على دولة الاحتلال لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة ولكن المساعدات تؤشر بشكل خاص إلى بدء عودة العلاقات الفلسطينية الأمريكية كان هناك حوال مليار إلى 150 مليون دولار تقوم بدفعها الولايات المتحدة كل عام للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية دور الإدارة الأمريكية لم يقف عند هذا الحد إنما وصل إلى المحكمة الجنائية الدولية فقد رفعت إدارة بايدن كافة العقوبات التي فرضها ترامب على المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة أيلول الماضي بعد قرارها بفتح ملفات تحقيق في جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان ومن ثم بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال بالضفة الغربية وقطاع غزة ما يؤشر إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدا من الدور الأمريكي المنشور من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤيا